اشتركوا في القناة 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 دي حاجة بقى تانية خالص باسلوب مختلف بطريقة مختلفة وبعدين ترجع الخميس اللي بعد يعني الدنيا صعبة وبعدين انت مطالب كمان بحاجة مهمة جدا ان انت لازم ان شاء الله تحسن بدري الدوري ما تستناش بقى لكل العشر مباريات عشان اللعيبة دي يا كريم تقدر انها تاخد فترة راحة لان عشان ما تبقاش فيه تلاحم والموسم الجديد بقى ما ادركها من الموسم الجديد يا ميسيو فترة راحة انت الدوريات العالم كلها لسه كنا بنقول خلصة الناس نننا دلوقتي خلاص وخلصوا علشان ياخدوا فترة راحة عشان المركات وعشان الناس تبدع بوسم جديد زي ما بتقال فراش لكن انت فين الفترة الراحة بتاعتك قبل بداية النوسم الجديد ما عندكش غير كام يوم هم اللي راحة ده لو انت خدتهم كمان انا انسان معذب لا لا شي صعب كلمة راحة حاصل مش متحقق عندنا فيه استشفاء يعني بيه بيش راحة راحة دي لنسبة اللي عيب الكورة اللي انا اعرفهم من زمان اللي كان فيه وسبوعين ثلاثة انت راحة سلبية بتاكل وتشرب وتنزل للبحر وعيش حياتك مع أسرتك او مع أصحابك وده الطبيعي ده الطبيعي وموازنك المفروض يزيد عشان لما تخش بعد كده تبدأ فترة اعداد تحرق الكلام ده كله بقى انما انت ما فيش خالص ما انت مش بتلحق تعمل حاجة فدي كمان ابقى على الجهاز الفني والجماعة بتوع البدني والحاجات دي كلها يعني انت مش قادر تعمل برنامج وبعدين عندك حاجة كمان مهمة كأنها واندو برضو قالت موضوع المركات وانت لازم يعني النادي الاهلي يحسن بدري عشان يدي فرصة للخمس مباريات اللي بعد كده للصف التاني والنشئين اللي انت بتفكر بقى فيهم صعدهم هتصعد مين هتطلع مين اعراض مين اللي حيمشي ممكن لو حد جاله عرض مثلا زي حمد فتحي وزي كدينج ممكن يمشي هتقدر تجيب البديل او هتخلي حد من اللي طالعين دول ممكن تقدر تشايف فيه ان هو ممكن في المكان ده يسد يبقى حتى مثلا التالت في المكان ده يبقى كذا هو الجمهور ممكن يبقى له اقول يا كابتر حشيش فيما شيان لعب معين من